بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشوف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هنستكمل مع بعض التوزيعات العينية للأوساط الحسابية وحنبتدي في التوزيع الاحتمالي للمجتمع الأصلي الغير طبيعي في الدرس السابق حدثنا إذا كان التوزيع الاحتمالي للمجتمع الأصلي توزيعا طبيعيا في كتير من الأحوال بيكون التوزيع الاحتمالي للمجتمع الأصلي غير طبيعي يعني ما بيفترض أنه التوزيع طبيعي ما بيقولي في المثال أن العينة مصحوبة من مجتمع طبيعي بنحتاج في هذه الحالة إلى معرفة التوزيع الاحتمالي للوسط الحسابي X bar وحنقوم بشرح ده عن طريق المثال التالي على توزيع منفصل مثال إذا كان لدينا مجتمع إحصائي واخترنا وتعمدنا أن نختار توزيع منفصل حتى نؤكد على أنه لا يتبع التوزيع الطبيعي إحنا عارفين طبعا أن التوزيع الطبيعي هو أحد التوزيعات المتصلة إذا كان لدينا مجتمع إحصائي منتظم مكون من أربع قيم فقط المجتمع بتكون بس من أربعة يعني أن الكبيرة بتكون من أربع مفردات كانت هذه القيم عبارة عن 0 و 2 و 4 و 6 فإن المتوسط والتباين كلنا عارفين نحسب المتوسط إزاي بنجمع الأرقام ونقسمها على عددها 0 زائد 2 زائد 4 زائد 6 بتساوي 12 على الأربعة بتساوي 3 إذا أردنا حساب التباين فإحنا بنجمع مربعات انحرافات القيم عن وسطها الحسابي الوسط الحسابي 3 بنشوف أول قيمة 0 ناقص 3 والربعها ثاني قيمة 2 ناقص 3 والربعها 3 أربعة ناقص 3 والربعها الرابعة والأخيرة 6 ناقص 3 والربعها ثم نجمع هذه القيم مجموع هذه القيم كان 20 نقسمها على الأربعة بساوي 5 إذن متوسط المجتمع الأصلي 3 وتباينه بساوي 5 متوسط العينات العشوائية المسحوبة هنجد أن هي بتتعرجح بين 0 و 6 وده هنوضحه من خلال الجدول التالي بافتراض أن احنا سحبنا جميع العينات الممكنة في حالة الإرجاع وكانت العينات من الحجم أن بتساوي 2 ثم قمنا بحساب متوسطتها عدد العينات الممكن سحبها في حالة الإرجاع بيعطى من عن طريق العلاقة إن قس إن إن الكبيرة ده حجم المجتمع إن الصغيرة دي حجم العينة حجم المجتمع كان أربعة حجم العينة بيساوي 2 أربعة قس 2 بتساوي 16 الجدول التالي حيبين للعينات ومتوسطتها الحسابية العينة الأولى حتتكون لاحظ معايا أو افتكر معايا أو تذكر إنه المجتمع كان بيتكون من صفر 2 أربعة 6 هذا هو المجتمع المصحوب منه العينات كل عينة بتتكون من قيمتين والصحبة بيرجاع فإذا سحبت القيمة الأولى وطلعت معايا صفر ثم أرجعتها وطلعت معايا في المرة الثانية صفر حيكون متوسطها صفر أو سحبت العينة الثانية صفر واثنين ثم صفر وأربعة ثم صفر وستة صفر واثنين اتنين على الاثنين بتساوي واحد صفر واربعة أربعة على الاثنين بتساوي اتنين صفر وستة بيساوي ستة على الاثنين بتساوي تلاتة العينات الأربعة التالية هنبتديها ب2 ثم نأخذ معها بقية الأرقام الموجودة 2.0, 2.2, 2.4, 2.6 نجمع كل مرة الرقمين ونقسمهم على 2 هيديني متوسط كل عينة ثم نبدأ بالرقم 4 ثم نأخذ معه الصفر ومرة نأخذ معه ال2 ثم نأخذ الأربعة مرة أخرى ثم ال6 4.0, 4.2, 4.4, 4.6 وأخيرا الرقم 6 6.0, 6.2, 6.4, 6.6 ثم نحسب المتوسط في كل مرة عن طريق جمع الرقمين وقسمتهم على 2 لو لاحظت معايا هنلاقي المتوسط اللي احنا مهتمين به لكل عينة الـ X bar في العينات الـ 16 التي تبدأ بـ 1 وحتى 16 عينة هنجد أن قيمة المتوسط تتراوح ما بين 0 و 6 أقل قيمة للمتوسط 0 ثم 1 ثم 2 ثم 3 و 4 و 5 و 6 لو أردنا تكوين التوزيع الاحتمالي للمتوسط هنأخذ قيم المتوسط X bar وأمامها احتمالاتها احتمالات الـ X bar X bar الأولى هتساوي 0 نشوف الصفر كده تكررت كم مرة مرة واحدة من 16 مرة 1 على 16 ثم نذهب إلى الرقم الثاني 1 1 هزي هوانت مرة واحدة 2 يبقى إذن الاحتمال 2 على 16 وهكذا حتى نكون كل الأرقام واحتمالاتها كما في الجدول أو جدول التوزيع الاحتمالي التالي للأوساط الحسابية الصفر تكررت مرة واحدة من 16 الواحد مرتين الـ 2 تلاتة التلاتة تكررت أربع مرات الأربعة تلات مرات الـ 5 مرتين الـ 6 مرة واحدة لاحظ معايا أني بقسم كل مرة على عدد الإجمالي للعينات اللي هو كان 16 وبكده نكون كونا جدول التوزيع الاحتمالي للأوساط الحسابية الدرس القادم إن شاء الله أحناقش في خصائص هذا التوزيع من حيث المتوسط والتباين والانحراف المعياري ترجمة نانسي قنقر